موسيقى 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 وكان بيتكلم فيه عن موقف مصر في مقابل المملكة بيقول فيه كذلك فإن رفع راية العروبة من طرف بعض المحسوبين على المملكة ومعها بعض دول الخليج قد جاء متأخرا بعض الشيء ثم إنه بدأ أو تبدو نافرا لأن المملكة طالما واجهت العروبة بالإسلام وها هي تعكس الآية فتتأذى الهويتان المتكاملتان ولعل بين نتائج هذه السياسة تعذرنا قادر القمة العربية في موعدها واعتذار المغرب عن استضافتها لأن العرب منقسمون إلى حد التضارب في المواقف بل إلى حد الحرب وليس بينهم من هو مؤهل في هذه اللحظة بأن يجمعه ما عنده بقوة نفوذه وقدراته على التأثير بدوره لا بذهبه تنتظار عودة مصر من غيابها الذي استطال أكثر من ما ينبغي طبعا إحنا بنستعرض مع حضرتكم كتابات المصريين والسعودين واللبنانيين من الصحفين العرب إحنا كمان بنتدايق من الخلاف والشقاق الموجود بين السطور مش بين السطور هو معلن في السطور ده كله بيخلينا نقول أننا محتاجين مصارحات أكبر زي ما مبرح كان الكاتب مكرم محمد أحمد بيقول محتاجين جسور تفاهم أعمق من اللي بتحصل دلوقتي لأن المنطقة كلها في حالة انكشاف استراتيجي زي ما رئيس السيسيال وما بقاش حد عنده طرف الاختلاف دي بقت حاجة رفاهية من نوع من أنواع الرفاهية أن احنا نختلف وبقت المصالح كلها على المحك على الحافة فيا إما نقف جنب بعض كعرب ولو لمرة واحدة بجد لا مش لو لمرة واحدة للمرة الأخيرة بجد يا إما هنتفتت أكتر ما احنا مفتتين بعد الفاصل نكام